أعلنت مؤسسة حياة كريمة أنها تواصل دبح الأضاحي الموكلة لها من المتبرعين وذلك للعام الثاني على التوالي وتستمر عملية الدبحة حتى عصر الرابع يوم عيد الأضحى وأوضحت المؤسسة أنها تعتمد على خطتين لتوزيع اللحوم في جميع محافظات مصر من خلال المتطوعين ومكاتبها الميدانية التي تتولى عملية استلام اللحوم وتوزيعها على المستحقين في النجوع والقرى والمناطق نائية والمدن الحدودية أضافت أنها عملت أيضا على تخصيص نسبة من اللحوم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة